كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات أعلى مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات مسك الختام كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدر في جنح الظلام فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي وفاضت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فحياكم الله وبياكم في برنامجكم مسك الختام في هذه الحلقة بإذن الله نأتي إلى شيء من موضوعات سورة آل عمران فمن الآية الواحدة إلى الآية الثانية والثلاثين ذكر الله تعالى إنزال الكتب السماوية وأنها لهداية الناس وأنزل هذا القرآن العظيم خاتماً لما سبقه من الكتب ومهيمناً عليه وذكر الله جل وعلا أن الدين عنده سبحانه هو الإسلام كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وذكر الله جل وعلا في ذلك أيضاً بعد ذلك ذكر الله من الآية الثالثة والثلاثين إلى الآية المائة والعشرين رداً على بعض شبهات النصارى وذكر أيضاً اصطفاء الله جل وعلا لبعض خلقه كما قال سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ثم ذكر قصة امرأة عمران في حال حملها بمريم عليها السلام وكيف ولدت وأنها لما وضعت حملها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فكانت تود أن يكون ذكراً محرراً لبيت المقدس يتعبد الله عز وجل فيه وشاء الله أن تكون امرأة ولذلك قالت على وجه التحسر إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ويشاء الله أن تكون مريم أماً لعيسى عليه السلام من غير أب آية باهرة ومعجزة عظيمة كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولما جاء عيسى عليه السلام من غير أب حارت فيه النصارى وعبدوه من دون الله وألهوه وجعلوه ابناً لله تعالى تعالى الله عما يصفون وجاءت هذه السورة تعالج هذه القضية العظيمة وتعالج ما عليه أهل الكتاب من انحراف لا سيما النصارى ولذلك ربنا يقول إن هذا لهو القصص الحق لما ذكر عيسى وقصة ولادته ولما كفله زكريا كفل مريم زكريا فيما مضى من هذه القصص العجيبة قال إن هذا لهو القصص الحق وما عداه مما اخترعه أهل الكتاب فهو باطل لا يمت إلى الحقيقة بصلة وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ثم يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من عداوتهم وذكر فيهم لسميما اليهود أصولا وبذرة النفاق وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار أظهروا الإسلام والإيمان وكفروا آخرة إذا جاء في المساء أكفروا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا يقولون فيما بينهم فيرد الله عليهم قل إن الهدى هدى الله ومن الآية المئة الواحدة والعشرين إلى الآية المئة والتاسعة والثمانين ذكر الله آيات عظيمة ودروسا كريمة تعقيبا على غزوة أحد وما وقع فيها من الجراح والمصاب الذي أصاب المسلمين يومئذ فالله تعالى يقول وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ معركة أحد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته كسرت البيضة وهي المغفر على رأسه ودخلت في وجنتيه من حلق المغفر الذي كان يستره الحديد الذي يستره من ضربات الأعداء وضرب على عاتقه بالسيف صلوات الله وسلامه عليه وسقط في حفر حفرها المشركون ووقع فيها ونزف منه الدم عليه الصلاة والسلام وقتل من المسلمين سبعون وقتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا وتكبد المسلمون في ذلك ألماً نفسياً عالجه الله في هذه الآيات من سورة آل عمران ولذلك ربنا يقول وَلَا أَتَهِنُوا وَلَا أَتَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ الأعلى بالإيمان لا يحزن ولا يهن بما أصابه في سبيل الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس كر وفر هزيمة ونصر هذه الحياة لقد خلقنا الإنسان في كبد ومن أشد الأشياء ألماً في نفوس المسلمين ما شمت به المنافقون لما قتل من المسلمين من قتل رضي الله عنهم لأن الله وعالج هذه القضية معالجة عظيمة يقول الله جل وعلا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهم المنافقون يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فيرد الله عز وجل عليهم بالقدر المحتوم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى المواضع التي شاء الله أن يقتلوا فيها ولذلك ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا في الحروب وكأن الموت والحياة بأيديهم ولذلك ربنا يقول والله يحيي ويميت الموت والحياة بيد الله ولذلك ربنا يهون ما أصاب المسلمين من القتل وأن الله يتخذ منهم شهداء ويصطفي منهم أولياء بالقتل في سبيله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هذه الحقيقة القرآنية اليقينية يعني المنافقون شمتوا بمن قتل من المسلمين ولذلك ربنا يرد عليهم ويقول ليس القتل هو أم المصائب بل القتل في سبيل الله بوابة إلى الحياة الآخرة ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير من الدنيا كلها ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ثم من الآية ثم ذكر الله آيات عظيمة تعالج قضايا نفسية لا سيما أثناء المصائب والكوارث والمشاكل وفي ختام هذه السورة يذكر الله تعالى أشياء ملخصة من مواعظ هذه السورة في إجمالها كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى ختام السورة قام النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها في جوف الليل ويتأمل ما فيها نسأل الله أن ينفعنا بكتابه العظيم صلى الله وسلم على نبينا محمد كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات أعلى مقامي فبين فواتحي صور ارتباط بآيات أتات مسك الختام ترجمة نانسي قنقر